الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية بسم الله الرحمن الرحيم الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية الطبعة الثانية للعام الف واربعمائة واربعين من الهجرة الموافق للعام الفين وثمانية عشر من الميلاد بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فان هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفية لها الى فهم مقاصدها ومراميها فيقعون في العنة والمشقة على انفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر دون ان يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة النبوية المطهرة المشرفة بما تحمله من وجوه الحكمة واليسر وما لو احسننا فهمه وعرضه على الناس لغيرنا تلك الصورة السلبية التي سببتها او سوقتها الافهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات الارهابية والمتطرفة والمتشددة ورؤى اصحاب الافهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد سواء ورحم الله الحسن البصري حين قال ان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا باسيافهم على امة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك فنحن في حاجة الى خطاب ديني مستنير يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الحنيف وقد اكد العلماء والفقهاء والاصوليون اهمية فهم المقاصد العامة للتشريع فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد الخطاب الديني معا فقد اكد كثير من اهل العلم المعتبرين ان الاحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة او درء المفسدة او عليهما معا كما اكد ان من المصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول الخمسة فهو مفسدة ودفعه مصلحة ولا شك ان المقاصد العامة للسنة النبوية تتسيق كل الاتساق مع المقاصد العامة للقرآن الكريم وبفهم مقاصدهما نقف على المقاصد العامة لديننا الحنيف وهو بلا شك عدل كله رحمة كله سماحة كله تيسير كله انسانية كله واهل العلم قديما وحديثا اتفقوا على ان كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الاسلام وما يصطدم بها او يتصادم معها انما يتصادم مع الاسلام وغاياته ومقاصده وفطرته السمحة النقية ونرى علماءنا وفقهاءنا العظام يقررون عددا من المبادئ والمقاصد العامة في صورة قواعد كلية واخرى فرعية على نحو الامور بمقاصدها ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والاصل في المنافع الاباحة والاصل في المضار التحريم ولا ضرر ولا درار والضرر يزال والضرر لا يزال بضرر مثله او اكبر منه ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة وضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولا تدفع المفسدة اليسيرة بتضييع المصلحة الكبيرة واذا تعرضت المفسدتان دفعت الاشد بالاخف والمشقة تجلب التسير والضرورات تبيح المحظورات وما ابيح للضرورة يقدر بقدرها والعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والمنكر لا يزال بمنكر اعظم منه واليقين لا يزول بالشك وان كل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة في شيء على اننا في حاجة الى قراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية تتواكب مع روح العصر ومستجداته وتقرب السنة النبوية العظيمة الى الناس بدلا من تلك الافهام والتأويلات التي تنفر الناس من السنة بل من الدين نفسه ولا تقربهم منها ولا منه وفي هذا الاطار يأتي هذا الكتاب ليفتح الباب من جديد امام قراءات واجتهادات عصرية للسنة النبوية المشرفة يقوم بها اهل العلم والفقه المتخصصون بحيث تراعى ظروف ومتغيرات الزمان والمكان والاحوال والاشخاص واضعين نصب اعينهم ما قرره الاصوليون والفقهاء من ان الفتوى قد تتغير بتغير الزمان او المكان او احوال الاشخاص او المستفتين وان ما كان راجحا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر اخر اذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه وان المفتى به في عصر معين وفي بيئة معينة وفي ظل ظروف معينة قد يصبح غيره اولى منه في الافتاء به اذا تغير العصر او تغيرت البيئة او تغيرت الظروف ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر والمقاصد العامة للشريعة وكان صادرا عن من هو او من هم اهل للاجتهاد والنظر وقد حاولت عرض بعض النماذج التطبيقية للقراءة العصرية للنص النبوي محاولا بذلك انارة الطريق وتمهيد السبيل امام مزيد من الدراسات في هذا الاتجاه وعلى اقل تقدير لفت النظر الى ضرورة التفكير واعمال العقل عند قراءتنا للنصوص وصحيح السنة المشرفة وثابتها مع التفريق بين النظر الى النص والى ما كتب حوله من شروح او حواش او رؤى عام او خاصة فلا نطفي على الشرح قداسة النص ولا نلبس المتغير ثوب الثابت واني لا ارجو ان اكون قد وفقت فيما قصدت وان اكون قد اسهمت في القاء الضوء على قضية من اهم قضايا تجديد الخطاب الديني والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير العوقاف رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف هذا الكتاب يهدف الى القاء الضوء على اهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة وفهم مقاصد كل نص او مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غاياتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان واحوال الناس واعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معاني او استنباط بعض الاحكام الجزئية منه ويقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد اننا في حاجة ملحة الى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته ويكشف الكتاب ان بعض علمائنا الاوائل قد تنبهوا الى اهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير وبين النص وشروحه وكانوا اوضح رؤية واكثر وعيا وشجاعة واقداما على التجديد من كثير من علماء عصرنا كما يؤكد الكتاب ان بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مبتزأة للتراث بما يخدم ايدلوجيتها متجاهلين كثيرا من الاراء الواعية المستنيرة التي يتحتم علينا ان ننقب عنها وان نقف عندها بانا بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة وقراءاتها الانتقائية المغرضة من جهة ويضيء لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبا كبيرا من افاقه الواسعة من جهة اخرى يتضمن هذا الكتاب مقدمة ثم المبحث الاول حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني منزلة السنة وحجيتها المبحث الثالث حتمية التجديد المبحث الرابع جوهر رسالة الاسلام وضرورة فهم مقاصده المبحث الخامس سنن العبادات واعمال العداد المبحث السادس تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في ادارة الدولة المبحث السابع نمازج تطبيقية من الفهم المقاصدي للسنة النبوية الأنموذج الأول فهم أحاديث السواك الأنموذج الثاني فهم أحاديث نظافة الفراش الأنموذج الثالث فهم أحاديث إسبال الثوب الأنموذج الرابع فهم أحاديث صدقة الفطر الأنموذج الخامس فهم أحاديث الأطحية الأنموذج السادس فهم أحاديث القيام فهرس الموضوعات منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية يوماني أنفسه